موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال مجلس الأمن الدولي يوافق على تعيين الدبلوماسي السينغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا بعد ثمانية أشهر من شغور المنصب وقد وقع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على الوزير السينغالي السابق عبدالله باتيلي مبعوثا جديدا لدعم جهود المنظمات الأممية من أجل إحلال السلام في ليبيا المملكة المغربية أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد وأكدت استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبدولة للتواصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابة البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي فما الذي يميز باتيلي عن غيره من المرشحين لإدارة الملف الليبي وما هي أبرز التحديات التي ستقف في وجهه وهل ينجح في توجيه البلاد باتجاه الانتخابات ثم أي دور يمكن أن يقدمه المغرب للمبعوث الأممي الجديد والمساهمة في جعل الأطراف الليبية تتوصل إلى التوافقات اللازمة لإجراء الانتخابات وطبعا هناك تساولات أخرى سنناقشها مع ضيفنا المحلل السياسي الدكتور عبد فتح نعوم أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا وشكرا على استضافها أهلا وسهلا إذن بعد أشهر من شغور المنصب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش يعين الدبلوماسيا السينيغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا لماذا باتيلي تحديدا وماذا نعرف عن ما صار هذا الرجل باتيلي أولا هو المبعوث الآن ثامن للشخص إلى ليبيا وهو أول مبعوث إفريقي يعني أول مبعوث إفريقي من جنسية إفريقية إلى ليبيا دواعي سلة أسباب في الحقيقة تجعل الأمم المتحدة تختار هذا الرجل أولا لأنه آخر المهام التي شغلها كان خبيرا أمميا مكلفا بالوضع في ليبيا يعني قبل أن يكون مبعوثا شخصيا ثم قبل ذلك هو لديه خبرة كمبعوث أممي وكنائب مبعوث أممي كان سابقا في مالي ثم كان مبعوثا أمميا في إفريقيا الوسطى وفي أماكن أخرى في القارة الإفريقية فهو خبر مجموعة من الملفات المعقدة والصراعات المعقدة التي تعيش بها القارة الإفريقية هذا فضلا عن تجربته السياسية هو أساسا كرجل فكر وكرجل سياسة خاضى الانتخابات خاضى الصراعات السياسية خاضى مجموعة من تجارب في مشواره السياسي بأكمله وبالتالي كان اختيار الأمم المتحدة له في هذا التوقيت تزامنا مع الجوانب المرتبطة بشخصه وبتجربته السياسية الخاصة وأيضا تجربته الأممية كواحد من الخبراء المعروفين في الأمم المتحدة والقدامة في الأمم المتحدة أيضا كان هناك ارتباط مباشر بالمرحلة التي وصلتها ليبيا ليبيا الآن لماذا فشلت مهمة سلف والمبعوث السابق؟ لماذا فشلت؟ لأنه كان المفروض أن تجعل انتخابات في ليبيا ففشل الموعد لم تجعل انتخابات في موعدها ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى الباتيلي هو أحد الخبراء الأمميين الذين يعرفون جيدا ظروف إجراء الانتخابات وتعقيداتها في القرى الإفريقي وهذا مطلوب جدا في هذه المرحلة الدقيقة بما أننا نعرف بأن مهمة تعيين مبعوث أمم جديد إلى ليبيا هي في الأشهر الأخيرة لم تكن مهمة سهلة كانت مهمة عسيرة جدا الأمين العام للأمم المتحدة يعني كان قد قدم مجموعة من الأسماء إلى مجلس الأمن مجلس الأمن كان قد رفض هذه الأسماء اليوم هناك من يتساءل ما الذي يميز عبدالله باتيلي عن غيره من المرشحي لإدارة الملف في الليبي وهذا الذي يميز هو قربه من الملف قربه من تعقيدات الملف قربه من المسألة الليبية في الحقيقة ما الذي جعل المسألة السياسية في ليبيا تتراجع إلى الخلف وتقفز معادلات أخرى معادلة قبلية ومعادلة سراع الجيوسياسي أو الارتهان لمحاور إقليمية هو التركيبة الديمغرافية لليبيين أنفسهم للشعب الليبي فبالتالي هذه التركيبة هي لا تختلف عن جمهورية أفريقيا الوسطى لا تختلف عن مالي لا تختلف عن الأماكن التي خبرها جيدا عبدالله باتيلي وبالعكس حتى سجله في الأمم المتحدة من أكثر سجلات نجاحا في إدارة الملفات التي كلف بها إضافة إلى كونه رجل توافق ورجل مفعم أو مشبع بفكر سياسي هو الرجل المؤلف يعني يؤلف كتب بفكر سياسي وبالتالي يعرف جيدا نوعية القضايا التي يتعامل معها لا يتعامل مع القضايا على نحو تقني هو قادر على أن يحفز بعض العوامل القمينة أو الكفيلة بأن تجعل المعادلة الليبيا تنتقل من حالة الجمود والتكلس إلى مرحلة جديدة تباشر فيها عمليا سياسيا سليمة وفي الحقيقة أعتقد أنه هذا يتقاطع مع الدور المغربي الدور المغربي اجتهد كثيرا بشهادة الأمم المتحدة بشهادة الليبيين يعني انفرق الليبيين أنفسهم من أجل تخليص المشكلة الليبيا من مشكلتين أو من عائقين نعم اسمح لي أود أن نتحدث طبعا في الدور المغربي قبل ذلك اليوم بما أن هذه المهمة مهمة التعيين كانت مهمة صعبة لكن حدثت اليوم اليوم عندما حدث هذا التعيين هل ربما له دلالات معينة أن يحدث في هذا التوقيت بالضبط؟ هل ربما تكون هناك توافقات إقليمية؟ سرعت بهذا التعيين؟ طبعا طبعا هو يعني إذا لاحظنا حتى الطريقة التي هي تعامل بهالأطراف مع المسألة الليبيية هناك تغير في سلوكات بعض الدول مثلا على سبيل المثال تركيا في الفترة الماضية طيلة يعني العشر سنوات الماضية كانت تنحز إلى طرف معين بعيني يعني تركيا بدأت تنحو نفس المنحة الذي تركز عليه المملك المتحدة والمجهود الأساسي الذي يشكل العمود الفقري في كل هذه العملية السياسية في ليبيا والمجهود المغربي هو يبقى كل المتدخلون أو يبقى كل المتدخلين على مسافة واحدة من جميع الأطراف الآن بدأت يعني القوة التي كانت في السابق قد كانت جزءا من المشكلة في الحقيقة بسبب استفافية إلى الطرف معنا تركيا كانت استفت إلى فايز سراج إلى جانب حكومة فايز سراج ضد المشير خليفة حفتر وضد برلمان تبرق وبالتالي الآن أصبح المنحة كله حتى يعني الأطراف الدول الطوق المحيطة بليبيا الأطراف الإقليمية المتدخلة الكل بدأ يذهب في نفس الاتجاه هناك مناخ تسويات وتفاهمات أكيد أنه موجود تظهر علائمه وتظهر في مجموعة من المعطيات وبالتالي هذا التعيين لهذا الشخص الآن مهمة رجل من حجم أو من نوعية عضلة بتيلي ستكون ميسرة لو كان في السابق حينما كان الأمر ما يزال هناك صرع جيوسياسي هناك صرع مسلح صرع نفود قليمي بين مجموعة من الأطراف المتصارع في المساحة الليبيا كان هذا سيكون عسيرا أن يأتي رجل يتكلم بلغة الانتخابات ولغة سياسة وتوافق ومع ذلك هناك من يتحدث اليوم عن عوائق وتحديات ستواجه بتيلي عندما يشرع في القيم بمهامه فاعتقادكم ما هي أبرز طبعا هو ما زال إلى حد الآن هناك أطراف تريد أن تحمل سلاح لا تريد السياسة لأن ليبيا في الحقيقة هناك نوع من تعفن في أصاب الساحة الليبيا بسبب تداخل مصالح الجماعات الارتزاق والإرهاب والمتاجرين في البشر وفي الدماء أصبح من الصعب أن يتخلوا على المصالح المرتبطة بهذه السلوكات هناك من يعرقل دائما هذه الجهود لكن على الأقل هناك وجهة أخرى لدى من يشتغلون بالسياسة في ليبيا من كلا الطرفين يعني في الشرق ليبيا وفي غرب ليبيا المفاد هذا المنظور الجديد هو أنه ينبغي أن نتعامل مع الواقع الليبي كما هو لأنه في السابق كانت قد صارت دهنية وأنه ينبغي أن نفصل الجسم السياسي عن من يمثلونهم في الأرض في الميدان كمسلاحين وهذا صعب جدا لأنه سريعا ما يتهلهل الجسم السياسي ويصبح غير لمعنى يعني حتى وإن تخذ قرارات أو شكل مجالس أو عقد لقاءات تكون مفرغة من المعنى يعني كيف يمكن أن يكون عملية سياسية منفصلة عن الميدان العسكري الموجود في الأرض يعني بغي أن يكون هناك قدر من التأثير للسياسيين أو من يمثلون في العالم السياسي في من يحملون السلاح هذا الترابط ربما قد سيفدوا حدين قد يجر العملية إلى انتكاسة لكن أيضا إن عولج بقدر من التوازن من الفهم الدقيق الواقعي الواقعي الواقع كما هو قد يؤدي إلى بعض الصدوء ودهب إلى انفراج طبعا هذا التوازن يحتاج الذي تتحدث عنه دكتور نعوم ويحتاج طبعا إلى يعني توافق بين القوى الدولية والإقليمية السيد عبدالله باتيلي في اعتقادك هل يملك السلطة هل يملك أدوات تسمح له بخلق هذا التوازن هو الأمم المتحدة عموما أمم المعوثين الشخصيين الأمين العام وما إلى ذلك يقومون بدور يعني في أدنى أحواله يكون دور تقني يقدم تقارير يلتقي شخصيات يلتقي أطراف يلتقي دول أيضا الدول الضالعة أو المسؤولة أو التي هي في جوار البلد المعني مثلا ليبيا في حالة ليبيا يعني مثلا رأي مصر مهم رأي الجزائر مهم رأي تشاد مهم جدا رأي تركيا رأي مجموعة من الدول مهم جدا في الموضوع وبالتالي لا بد أن يجمع كل هذه التوليفة من أجل الوصول إلى موقف معين ينسجم مع المنطوق الأممي يعني مع الأجندة الأممية لأنه ليبيا هناك وثيقة صدرت في الصخيرات في العام 2015 يعني بالمغرب وبريعاية مغربية وبإشراف مغربي وبالتوافق وبالنسجام مع الأمم المتحدة وهذه الوثيقة هي تجسد المرجعية الوحيدة للحل السياسي من هذه الوثيقة نتحدث الآن عن الدور المغربي في حل الأزمة الليبية طبعا بمجرد صدور هذا التعيين المملكة المغربية أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد أكدت كذلك استعدادها للتعاون معه باستحضار جهود المغرب المعروفة طبعا في حل الأزمة الليبية في اعتقادكم من الذي يمكن أن يقدمه المغرب اليوم للمبعوث الأممي الجديد وهذا المبعوث الأممي تحديدا عبدالباتيلي من بين المؤشرات أو الفرص الدل على أنه التعاون المغربي مع المبعوث الشخصي الآن ستكون في أفضل حالاتها نظرا لخلفيته الإفريقية نظرا لأنه سينيجالي يعني الموطن أو الأصل ثم نظرا لأنه رجل سمعته على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى الأمم المتحدة معروف باعتذاله وباتزانه ومعروف بحرصه على السلم وعلى الأمن في القارة وبالتالي المغرب بهذا النوع من الناس أو هذا النوع من الخبراء أو المسؤولي الأمميين يكون المغرب في أكثر حالات التعاون وبالتالي أعتقد أنه سيكون طلاقي سيكون طلاقي على مستوى يعني الرؤية المغربية مع الرؤية الجديدة للأمم المتحدة من خلال هذا المبعوث الشخصي فالتعاون سيكون في أفضل حالاته لماذا؟ لأنه في الحقيقة الاهتمام بإطلاق عملية سياسية سليمة مهم جدا لحل المسألة الليبي والمغرب دائما ركز على هذا الدليل على ذلك هو أنه المغرب حينما كان قد استضاف الليبيين على مستوى تنجا في لقاء تنجا أو حتى في لقاء مزنقة قام المغرب بجلب أشخاص كانوا يتبادلون من الرصاص السلاح في الساحات فجاءوا إلى المنتديات والملتقيات والفنادق والقاعات والمؤتمرات وهذا مهم جدا شيء من أكبر المكاسب التي حققت الأمم المتحدة بشراكة مع المغرب هذا المبعوث الجديد سيسهل أيضا الدهاب قدما صوب هذا التجاه هذا النهج أولا بعدم تدخل في شؤون الليبيين وفرض أي أجندة على أي طرف فيهم كيفما كان وهذا مهم جدا إنجاح أي وسطة لأنه الوسطة في حل النزاعات تقتضي أن لا نختلق وأن لا نصنع نزاعات جديدة في الطريق إلى حل النزاع الأصلي هذه هي أهم منهجية عبدالله باتيلي معروف عنه أنه يعني يساهم في خفض منسوب التوتر بين الأطراف المتصارعة أو المتنازعة وهذه منهجية مهمة جدا في الوسطة والأمم المتحدة تحرصوا على ذلك لأنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن بالمزيد من لا أمن ولا السلم أو بالمزيد من التوتر فبالتالي شخصية عبدالله باتيلي والريبيرتوار الخاص به بتجربته الأممية وتجربته القانونية والفكرية والسياسية تتقاطع إلى حد بعيد مع المنهجية التي رأى بها المغرب المسألة والمشكلة في ليبيا خاصة وأن الرهان اليوم هو الذهاب باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهذا أمر مهم ورهان كبير طبعا هذا هو سيدرة المنتهى في المسألة الليبية إن تمكن الليبيون من تنظيم الانتخابات تنتج منها طبقة سياسية تدير البلد محتكمة إلى شرعية حقيقية هناك قدر من التوافق الليبية والليبيين بين الليبيين على آلية الانتقال أو تداول سلمي للسلطة بهذا الشكل على هذا النعو هذا يعني أن ليبيا خرجت من عنق زجاجة لأنه دول مؤشر على أن المسألة السياسية نجحت وأن تنجح الانتخابات وأن تكون هناك طبقة سياسية نشاطاتها أو أفعالها تحضب المقبولية من طرف الليبيين هذا هو صمام الأمان لكن كيف يمكن الوصول إلى هذه العملية دون إقناع من يحملون السلاح أو الأطراف المتناحرة أولا بأن وحدة ليبيا ووحدة طرابها مسألة مقدسة ويرقابل النقاش ثانيا أنه لا يمكن أن ندخل إلى عملية سياسية ونحن مستمرون في تبادل الرصاص لا بد أن نضع الأسلحة ثم يكون هناك حوار وعملية سياسية من أجل الوصول إلى هذه الأهداف اليوم ما الذي تريده الأمم المتحدة اليوم من باتيل في إطار مهامه كأول مهمة سيقوم بها في ليبيا تريد منه أن يقرب وجهات نظر بين الأطراف خاصة بين شرق البلد وغربه تريد منه أن يقرب وجهات نظر بخصوص الآليات الدقيقة لإجراء العمليات الانتخابية فيما يتعلق بقانون الانتخاب فيما يتعلق بمجموعة من الشروط واللوائح والاتفاق على الشخصيات التي ستنظم الانتخاب مجموعة من التفاصيل التي تحتاجها أي بلد لكي تنظم الانتخابات لأول مرة بعد مرة ونحن عرفنا ليبيا ليس فيها تقاليد انتخابات ليبيا قال على أيام القدافي 40 سنة وهي مجمدة سياسيا على واقع قابلي لم يعرف الانتخاب في يوم من الأيام لم يعرف هذه الآليات وبتالي الشعب الليبي والمقونات السياسية الليبيا محتاجة إلى أن تأخذ وقتا لكي تصل إلى عملية سياسية انتخابية سليمة تمكنها من الخروج من هذا المأزق هذا مطلوب من عبدالله باتيلة وأعتقد أنه مجموعة من الشروط تقف إلى صفه وإلى جانبه هذا إن لم يفسد الطبخة طبخون آخرون ليس في مصلحتهم أن يستقر الإقليم هناك في منطقة شمال إفريقيا من ليس في مصلحته مثلا على سبيل المثال كيف يعقل أنه الآن نتكلم عن هذا الموضوع ونتكلم عن هذا الأفق وعن هذا الأسدوب في حين نسمع مثلا البلد المجاور لليبيا الذي هو الجزائر رئيسه يدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة ويقف في وجه فتح باشاغا بعد أن تم الاتفاق أساسا بين الأطراف ليبيا اتفقوا على أن تكون هناك حكومة جديدة ورئيس حكومة جديدة تتدخل دولة جارة هناك من يريد أن يفسد طبخة ليس في مصلحته أن تستقر لا ليبيا ولا أن تستقر أي مكان في العالم هذا أعتقد هو الذي يقوض ويهدم جهود طيب ماذا عن الأطراف الليبية الداخلية كيف تبعتم ردود فعل هذه الأطراف بعد هذا التعيين أطراف الداخلية الليبيا أولا يعني دائما حينما كان يأتي أي مبعود جديد يكون هناك ترحب طبعا جميع الأطراف سترحب وإلا فإنه سيكون يعني ستحسب لأنها تعرق الجهود الأممية ترحب بلغة الدبلوماسية يعني معروف لكن الفرق الآن بالنسبة للليبيين بين عبدالبتي وغيره هو أنه الأقرب إلى فهم المزاج الليبي والحال الليبية والحال السياسي الليبي لأنه الأول إفريقي يعين مبعوطا شخصيا للأمين العام في ليبيا والثامن منذ أن بدأ المشكلة منذ العام 2011 لكن هو أول شخص إفريقي هذا هو الأقرب إلى الليبيين بحكم قلت أنه سينيجان للموطن وبالتالي هو أقرب إلى الحال الليبي يعني أقرب ناس أو أكثر ناس فهما من ضمن الخبار الأمميين للمسألة الليبيين وبالتالي الليبيون سيكونون أكثر ارتياحا بخصوص تعيين عبدالبتيلي مقارنة بسوابقه نعم المحلل السياسي الدكتور عبدالفتحنا عوم شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات خطابوا هذه الفقرة ومشاهدين وشكرا لكم على حسن المتابع إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم على حسن المتابع